طب ليه كلمة الباكتو سكول أو العودة للمدارس مرة تانية بقت حاجة مقلقة؟ إيه اللي بيحصل؟ عشان فيها كتير، فيها مصاريف كتير وفيها شنطة جديدة عشان ما ينفعش نكرر الشنطة القديمة وفيها لانش بوكس جديدة عشان ما ينفعش نروح بنفس اللانش بوكس وفيها كوباية جديدة عشان ما ينفعش نروح بنفس الكوباية وفيها سابلاي لست، سابلاي لست دي بتروح بعربية نص نقل لحضرته زفة عروسة راح أتسلم إقلام ومناديل ووايبسه باكتو سكول، باكتو مصاريف، باكتو خناء، باكتو لانش بوكس، باكتو لانش باج، باكتو جزمة جديدة، باكتو يونيفورما شهر التسعة مليء بالعراقيل والمشاكل والخناءات واللي هو أول ما شهر تسعة بيجي بتلاقي الراجل يعاني جاله اكتئاب دخلة المدارس في شنط جديدة، جزام جديدة، لبس جديدة عشان لبس السنة اللي فاتت داب وتقشر شربات، لانش بوكسات، لانش باجات، شنط، كتب، كتب خارجية، كتب داخلية، مقلمة، ألم سنون، سنون الألم، أساتيك، بريات، سابلاي لست سابلاي لست دي بقى بتبقى سبب خراب البيوت فهو الراجل قل ما بدخل شهر تسعة من هنا بتحدف على رأسه كده طوبة قصة المدرسة، طوبة لبس مدراسة، كوتش المدراسة، جزم الجلدة لمدراسة، شربات المدراسة، كل الحاجات دي كنا... وبعدين فاستة تقول له مالك، مالي، لانه مالي قوي، لانه مالي جدا، فانلا هو يعاني يومش بلاحدة طب أنت حكيلي بقى باسما عن يومك بمعمل زي، دغوطات اللي بتقابلك عمل ازاي؟ اليوم عندي ستين بصي أنا عندي بنتي كبيرة 13 سنة وعندي توقم ولد وبن لسه هيدخله كي جيوان فأنا كنت المعاناة السنة دي هتبقى بقى تريبل لأنه فيه تلاتة بيجهزوا للمدرسة بالظبط فاليوم لا اليوم بقى صعب بيبتدي احنا بنقوموا الدنيا ظلمة لسه بنقوم لأنه بتبقى لسه الدنيا ظلمة بنبتدي بقى خنائة لا أنا عايز شعري قططين لا أنا عايز تسريحة سوبرمان يعني مثلا بنتي السغنونة عايز شعرها تبقى زي شعر ألس اللي في فروزن طبعا أنا بقى هزبط هتعملوه ازاي؟ هتطول الدهيرة ازاي حضرتك والتاني عايز تسريحة باتمان طبعا أنا جيب لك تسريحة باتمان ازاي والكبيرة لا مش عارف هعمل السكين كير بتاع الصح بصي فيه مورستان بيحصل أول ما هنزله حس ان أنا عايزة ايه يعني عايزة يعني أخد أي دوة يهديني شوية لاني ببقى خلاص يعني اليوم بيبقى صعب وتحديل تلاتة لانش بوكس بتلات طلبات مختلفة بتلات أنواع فواكه مختلفة بتحضير جدول يعني اليوم صعب علي وعلى كل أم أكيد يعني طب بسمع أنا عايزة عارف بشخصيتك دي انتي بتعملي ايه في الجروبات بتاعت المدرجة؟ ميوت عملها ميوت لانه أنا ببقى أنا والله ببقى نفسي أخد مرسة معلومة مدرس ميشي أنا بلاقيش ده بلاقي كلام كتير يعني زي مثلا مين دايق مين مين عمل ايه المين شفتي هنخرج فين بعد المدرسة الولاد عمله ايه ما فيش أي حاجة ليها علاقة بالأطفال نفسها فيه بس قليل قوي يعني نادرا ما تلاقي معلومة لها علاقة بال أنا بشوف أن جروب المدرسة ده المفروض أنه يبقى الحاجات الخاصة بالمدرسة بس ده ما بيحصلش يعني فأنتي ما بتتعامليش خالص مع الأمهات على الجروب المدرسة ولا حتى نادرا ما تلاقيني فتحت الجروب لأنه أنا ما بلاقيش المعلومات اللي أنا ببقى مستنيها يعني أو اللي أنا محتاجة عرفها طيب أنت بتشوفي أن يعني أنا كان أحلى زمان ولا دلوقتي زمان طبعا كل حاجة كانت صدقة وكانت حقيقية وكنا بنبقى نازلين إحنا نازلين المدرسة بأقل إمكانيات وكنا بنبقى مبسوطين بجد أهلينا ما كانوش مضغوطين شوفي الرجل والست دلوقتي قد إيه مضغوطين عشان يأمنوا يحاولوا يجروا ويوصلوا أولادهم مكان اللي حواليهم فيه فالأب مضغوط الأم مضغوطة الأولاد مش حاسين بالنبساط لأنه هم بيعملوا حاجات أو إحنا بنعمل لهم حاجات لمجرد اللي حواليهم بيعملوا فالكل في زباء الأطفال في زباء الأب والأم في زباء فقد الحياة يميتها وخلها تبقى شكلها تبقى مضروبة بس ما أنتش شايفا أن الأطفال هم اللي بقوا صعبين من الانفتاح والسوشال ميديا والمقارنات اللي غزبا عننا أنا وإنتي بتحصل كده كده ولا إحنا اللي ما بقناش عارفين نتعامل معهم لأن إحنا جايين برضو من تربية مختلفة وانفتاح مختلف وما كانش فيه كل الحاجات اللي موجودة دلوقتي ما أنت كأم وأي راجل كأب بيبقى محطوط فيما بين أنه يعمل لولاده زالة حواليه عشان ما يبقوش أقل منهم هل التعامل مع الأطفال هو اللي بقى صعب ولا إحنا اللي اتغيرنا ومش عارفين نتعامل معهم لأن هم مثلا عاشوا في سوشال ميديا وانفتاح معين وإحنا كانت حياتنا مختلفة تماما عنهم إحنا كان عندنا كام قناة منتفرج علينا كلها مع بعض برنامج الأطفال واحد مع بعض كلنا بنشتري لبسنا من محلين موجودين في البلد كلها كلنا بنشتري شانتتين موجودين هم يذي يذي ما كانش فيه اختيارات وما كانش فيه انفتاح بالصورة الموجودة دلوقتي خدي بالك الأب والأم دلوقتي والأطفال في سراع أو الأب والأم أكتر في سراع أنه هم يخلوا ولادهم شبه اللي حواليهم شبه اللي حواليهم ولا يخلوا ولادهم طلعين زي ما أنا طلعته زي ما جوزي طلع أو whatever يعني فأنتي طول وقت بتجري أن أخلي ولادي شبه اللي حواليهم ولا خليهم شبهي هتحاولي تمشي في طريق أن أنت تخليهم شبهك شوية بس هتحسني غريبة وهتخافي أن نفسيتهم ما تبقاش طويسة فأحنا بدعم الحاجات إحنا تقول لنا بدعم الحاجات إحنا مش مفقين عليها وإحنا مش محتاجينها إحنا مش محتاجين اللانش بوكس على فكرة ولا محتاجين اللانش باج ولا محتاجين كباية ماء بشقل بالمبلغ وقدره ولا محتاجين شنطة جديدة كل سنة ولا محتاجين جزمة جديدة كل سنة إحنا بنعمل حاجات مش محتاجينها عشان نخلي ولادنا يبقوا شبه اللي حواليهم اللي حوالينا برضو بيعملوا حاجات مش محتاجينها عشان يخلوا ولادهم يبقوا شبه هي دايرة بقى فإحنا عملين نلف كلنا في دايرة إن إحنا نبقى شبه بعض وأصلاً دي مش شكل حياتنا ولا دي تقاليدنا ولا دي عادتنا احنا طول عمرنا بنستخدم الحاجة لحدا مضبوض صح ما كانش ابدا عندنا فكرة ان احنا كل سنة لازم حاجة جديدة لا فاتمنى ان كلنا نبقى شبه بعض في الاخر ونعمل على قد امكانياتنا